السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء طلاب الصف الاول الاعدادي اهلا ومرحبا بكم مع الفصل 11 من قصة عقبة بن نافع بعنوان بناء القيروان بنتكلم في الفصل ده ان عقبة بن نافع كان بيفكر في امر اخر كان بيفكر في اقامة مدينة والسؤال لماذا فكر عقبة في بناء هذه المدينة او السؤال بطريقة تانية لماذا يحتاج المسلمون الى بناء مدينة جديدة الاجابة ان عقبة بن نافع كان بيفكر في اقامة مدينة لتكون عاصمة للدولة الاسلامية في هذا المكان صحيح ان الجيش الاسلامي نصره الله في مواطن كثيرة ولكن لا يوجد له مقر امن يأوى اليه ويعسكر فيه يعني يجتمع فيه مع جيشه ويقابل المجاهدون على ارض يتدرسون فنون الحرب والنزال يبقى ايجابة السؤال لماذا فكر عقبة في بناء مدينة القيروان واحد لتكون عاصمة للدولة الاسلامية في هذا المكان ولتضم الجيش بامتاعته واسلحته لان الجيش ليس له مقر امن يعسكر فيه وحتى يلتقي فيها بالمجاهدين يتدرسون فنون الحرب والنزال كان عقبة في هذه الاسناء في الفترة دي وصل لمكان يسمى قامونيه السؤال ما اسم المكان الذي اختاره عقبة لبناء القيروان كان اسمه قموني سؤال تاني ايه ايجابيات وسلبيات المكان اللي اختروا عقبة لبناء القيروان تعالوا نتعرف على ايجابيات وسلبيات المكان ده قموني مكان به الكثير من المميزات واحد مكان كثيف الاشجار يتميز بجودة تربة تربة صريحة للزراعة وطيب هوائه ومن مميزاته انه بعيد عن البحر كل دي مميزات في المكان ولكن هناك عيوب كان به الكثير من العيوب ايه هي العيوب اللي موجودة في قموني المكان الذي اختره عقبة لبناء القيروان كان مليء بالافاعي والحشرات والسباع وقف عقبة يتطلع يشاهد هذا المكان ويتأمل الوحوش والافاعي ثم نادى بأعلى صوته ايها الجند ايها الجند طهروا هذا المكان من الافاعي والوحوش ما فاتش وقت كتير لم يمضي غير قليل حتى بدى المكان خاليا من الافاعي والسباع والوحوش الجنود نظفوا المكان تماما وبيأكد المؤرخون ان المكان ده ان هذا المكان ظل نظيفا لم تدخله افعى او وحش طوال اربعين سنة ركز عقبة رمحه في هذا المكان وقال هذا قيروانكم ودي كانت اشارة للانطلاق بتمهيد الارض لإقامة البناء عليها العبارة اللي قالها هذا قيروانكم كانت هذه العبارة اشارة الانطلاق بتمهيد الارض لإقامة بناء مدينة القيروان عليها وبدأ المسلمون ببناء البيوت التي سيقيمون فيها وبدأ عقبة ببناء المسجد الجامع وما زال يحمل اسمه حتى الآن واستمرت عملية البناء بناء مدينة القيروان مدة خمس سنوات من سنة خمسين هجرية لسنة خمسة وخمسين هجرية يبقى عرفنا لماذا فقر عقبة في بناء القيروان لتكون عاصمة للدولة الإسلامية مكان يضم امتعة الجيش مكان آمن يأوى اليه الجيش ويعسكر فيه مكان يلتقي فيه المجاهدون يتدارسون في نون الحرب والقتال طب ايه اسم المكان اللي اختروا عقبة لبناء القيروان كان اسمه قموني ايه الإيجابيات لهذا المكان جودة الطربة البعد عن البحر كسافة الأشجار طيب الهواء وايه السلبيات انه كان مليء بالسباع والحشرات والأفاعي والوحوش وهذا المكان لم يسكنه أحد من الروم والباربر وايه السبب انه كان مليئا بالسباع والحشرات والأفاعي والوحوش وبما امر عقبة جنوده امرهم بتطهير هذا المكان وايه اللي اكدوا المؤرخون بشأن قمونيه اكدوا ان هذا المكان ظل نظيفا لم تدخله افعى او وحش طوال اربعين سنة بعد ذلك وكم عام استغرق بناء القيروان استغرق بناءها خمس سنوات من سنة خمسين هجرية لسنة خمسة وخمسين هجرية بتمنى تكون ادير تفيدكم في حلقة النهاردة بشكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة